دعم المادي دعم المادي ده يكون تأثيره ايه على حضراتكم يا فندم في يعني منظومة عفوا انا الدعم النقدي هيكون يعني تأثيره ايه على منظومة المخابس بشكل عام أولا بسم الله الرحمن الرحيم انا بشكر حضرتك ان احنا موجودين النهاردة عشان يعني انفصر الدعم النقدي والدعم العيني وسعيد بوجود السيدس حسن معنا في الحلقة دي اللي انا عايز اقوله ان النهاردة احنا الدولة تحدد النظام اللي هي تمشي عليه واحنا بنطبقه يعني في الحالتين مش متضررين ولا مستخدين لا انا مقولتش متضررين ولا متضررين انا بقول الدولة هي صاحبة الرأي والقرار الوحيد اللي هي بتحط المنظومة ويلي بتطبقها انا اللي بتطبق المنظومة دي مع الدولة انا الشركة الاساسي مع الدولة في تطبيق المنظومة دي النهاردة انا كل اللي هي يعنيني في الموضوع الدعم للنقدي المشروط اللي بيعنيني فيه كله حاجة واحدة فقط لغير تكلفة ترغيف الخبز هو ده اللي يعنيني لا يعنيني ثمن الدقيق كام ولكن لازه يعنيني بصفة أساسية ومهمة هي تكلفة ترغيف الخبز كام هي دي اللي هتحدد أنا عندي مشاكل ولا ما عنديش مشاكل ده في البداية فاحنا النعاردة المفروض الدولة دخل على معترك جديد اللي هو الدعم النقدي المشروط ده جميل ما فيش مشكلة احنا بنطبق للدولة عايزاها لكن قبل ما الدولة تقر شيء لدينا تقعد معانا وتأمل لنا تكلفة وشيء في الوضع ايه وخصوصا ان فيه مسجداد تمت في خلال اليام الماضية وعلى رأسها القانون رقم 148 اللي صدر في 2019 اللي هو خاص بالتأميناتك معي جديدة ده حاجة تانية خالص يعني هو النهاردة دخلنا في معترك تاني تفع الحد الأدنى لألف جنيه الحد الأدنى لألف جنيه يعني وبعدين غير النسب يعني أنا مفروض نهاردة كالصاحب عمل أدفع لي نسبة 18.75% احنا ممكن نبناء الحوار على المسألة دي لا ما دي ضمن تكلفة أنا ملطوب النهاردة هدفع تكلفة العامل في تأميناته العامل يدفع 11% وأنا هدفع 18.75% إذن النهاردة التكلفة زادت على الريف كل ده بتحمل على الريف أنا أين كانت تكلفة أنا الدولة تديني حقي أنا أهلا وسهلا هل تقدم الخدمة لازم أقدمها والأكمل واجهة كمان طالما خدت حقي لازم أدي المواطن والدولة حقه من كلام أستاذ عاطية بقى هروح لأستاذ حسن هيكل